في إنجاز جديد يسجل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في عالم رياضة القدرة أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن الإنجاز الجديد عبر احتلال سموها المركز الرابع على المستوى العالمي والأول على المستوى الخليجي جاء ذلك بعد أن فرض سموه سيطرته على أكبر السباقات الأوروبية في الموسم الحالي تمثل ذلك بفوز سموه بلقب سباق سامورين في سلوفاكيا والمركز الأول في بطولة العالم للجياد عمر ثماني سنوات التي أقيمت في إسبانيا وقبل ذلك فوز سموه بالمركز الأول في سباق وينسر البريطاني وسباق إيطاليا كذلك وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز يترجم الرعاية والدعم الذي تحظى بها رياضة القدرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذه الإنجازات لم تأتي من فراغ وإنما بعمل جماعي وخطة محكمة سار عليها الفريق الملكي منذ بداية الموسم الأوروبي حيث هيمن الفريق على الألقاب في مشاركاته ولا شك أن العمل المميز يأتي بثماره وحصدنا ثمار عملنا الذي سنواصل عليه وسنعمل على تطويره للأفضل في الفترة القادمة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نستذكر بكل فخر واعتزاز الإنجازات التي تحققت في البطولات الماضية وأبرزها بطولتين إسلوفاكيا الدولية وبطولة العالم للجياد ذات ثماني سنوات وبطولة ويندسور وبطولة إيطاليا والتي كانت عاملا رئيسيا في تحقيقنا المركز الرابع على مستوى العالم والأول على مستوى الخليج وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذه الإنجازات تؤكد مدى تطور رياضة القدرة البحرينية ووصولها إلى مصف العالمية حيث جنينا ثمار الخطة الطموحة التي وضعناها ونفذناها بحذافيرها من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافنا الرئيسية وتوجنا هذه الرؤية بتحقيق المراكز الأولى التي تؤكد الإمكانيات العالية التي يمتلكها الفريق الملكي للقدرة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذه الإنجازات تعطي حافزا كبيرا للفريق الملكي في مواصلة العطاء لتحقيق المزيد من الأهداف خلال الفترة القادمة هذا ونشر الاتحاد الدولي للفروسية التحديث الأخير لتصنيف فرساني وجياد القدرة على المستوى العالمي والإقليمي وجاء سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمركز الرابع عالميا والأول خليجيا متوافقا مع ما تم إنجازه مع الجواد لولا التي حصد معها المركز الأول في سباق سامورين بجمهورية سلوفاكيا والمركز الأول في سباق فيك لبطولة العالم للجياد عمر ثماني سنوات ويرصد الاتحاد الدولي للفروسية مشاركات فرسان العالم بسباقات القدرة ويترجم ما يتم إنجازه من مراكز وسرعات إلى نقاط تحسب لصالح الفارس والجواد والذي بناء عليه يتم إصدار التصنيف العالمي والذي تفوق فيه سمو الشيخ ناصر بن حمد على العديد من فرسان العالم في ظهور مميز ومشرف